السلام عليكم و مرحبا بكم معي ان شاء الله فيديو جديد سوف نشارك معكم بيتزا عائلية بشكل كبير الطريقة الأخوات التي لا تصدق لهم العجين بيتزا تبعوا معي الطريقة المعتمدة ان شاء الله الطريقة العجين هو الأول سوف نسبق معكم العجين سوف نشارك معكم تقريبا واحدة جبنية كبيرة فينو وتقريبا واحدة جبنية مع مرش الفورس مرة كنت نشارك معكم وفيت لي أنني شاركتها معكم بالقمح والفرينة البلدية قمت بعمل ملاحة الخميره مع الجو بارد قمت بعمل مرة الخميره و تقريبا و مرة السكر هنا خلطت الطحين غير جمعته و لا تلكتوا مواله و من بعد سوف نشارك مع القمحة كبيرة و سوف ندخل هذا الزيتون و سوف نشاركها غير قليلا و سوف نغطيها هذا العجين التي ترى معي غطيته بالليل تقريبا من قبل أن نعس قمت بعمل الخالي و قمت بعمل بارد و لا تقريبا في التلاجة إذا كان الصيف و سخون حاولوا تغطيها في البلاستيك الغذائي و تقريبها في التلاجة هذا العجين البارد قمت بعمل فوق الطبلة في الكوزينة و الغدلة بالنسبة لطريقة التي سوف ندخل البيتزا بالخضر قليلا كافة للمدق يجب عليها بالنسبة لنا أخذ الخضرين أولا أخذت الدنجال والفلافين والكورجيت اليوم ما قمت بقى سوف نضيف هنا ترى معي العجين و سوف نخدمه في فوقعات و لا تحتاج لد الكول حاولت أن نخرج من هذا الهواء ونعجنها قليلا بحالة تغيير خويت من الهواء وضعت حدايا هنا بالنسبة للخضر اغسلتهم ونشفتهم ونبدأ نقطع الكورجي هنا حاولت قطعهم رقاق بحالة تغيير خويت لكم أريد أن نقوم بحالة تغيير خويت من الأحسن المقلة حاولوا غير تدهنها ونقوم بزيت كثيرا كما رأيت معي نار غير تدهنتهم ورشيتهم بالملحة لا تنسوا الملحة وخام ما بينش في الفيديو راني مني قطعتهم هكذا رقاق قطعت عليهم الزيت ورشيتهم بالملحة وبدأت نقوم بحالة تغيير خويتهم ونسبة لأي نوع الفلفلة حاولوا تحيدوا لها القشرة من بعد قطعتهم قطعتهم كما بغيتهم طوال أو مربعين كما شفتهم معي راني زولت القشرة بغيت غير مذكركم زولت لي هذه القشرة الخضرة والحمرة كتجيبنين هكذا وما كتجين هذه القشرة تديرون هكذا في الماكلة ومن بعد مضقتها لقيت حيث الفلفلة كانت فيها القشرة لم أدخلت لها الملحة من بعد زلت لها شوية الملحة باش تجينا بنينة ونزل العجين خذوا اللاطة كبيرة لحسب عدد أفراد الأسرة لكم ما ندرت بغيت نديرها في هذا اللاطة شوية كبيرة على شكل مستطيل دائري ديروا الشكل اللي يبغيته وما تكون شغليدة وما تكون شرقيقة حاولوا هكذا نتطلعوا لها الجوانب وكان نوع من التغيير خذت هكذا الجوانب عمرتهم بفرماج متزريلة ديروا اي فرماج عندكم فرماج لحمر اي نوع الجبل اللي عندكم صراحة هاد متزريلة بقي محطيتش لكم الفيديو دياله أنا صيبته في الدار بدون مواد حافظة جابنين صراحة جذوين ولكن صيبته بالحليب البلدي ماشي الحليب ديال العلب صافي هنا كما رأيتم معي عمرت دوك الجوانب وطويت عليهم ذاك العجين وصديت عليهم جيد ودرت السلسطة الطماطم اللي عندي بالزعتر وزيت الزيتون دائما نشاركه معكم وهنا بديت كان عمر بالخضر المشوية صدقوني هذه الخضر المشوية اعطيت واحد لمادق البيتزة رائعة وشوفوا معي الجوانب قدروا تزينهم باش ما بغيتوا دهنتهم بشوية البيض ودرت عليهم البافو ودرت عليهم سنجلان ودرت عليهم نوع من البيض ودرت عليهم نوع من الزرارع كي يأتي المنظر ومن هنيتك نستفيد من الزرارع سوف ندخلها دائما كما تعرفوا البيتزة هتبغي الفران يكون سخون كي لا تعطلش هنا من بعد ما خرجتها صراحة نجت رائعة لديهم المضاق الخضر المشوية كي تجيب نينة بنسبة اللحوم لا تذكرت لكم اختيار الاختيار اليوم فضلت انني ندخل الخضر المشوية وفي النص بنتيك عزيز عليها البيض قبل ان نطفل الفران شخص حتى التحضر فرماج قد تضيف لحوم لا تجاجة فتا بلاطون رائعة نوع من التغيير يجربوها بالطريقة الخضراء بشوية تجي العجين ناجحة 100% الجواني برطبين وإلا تكتروا الفرماج يخرج هكذا كمعلك وكما تشوفوا معي المتزاريلة سوف نحط لكم الفيديو ان شاء الله طريقتي بأنكم تصيبوا المتزاريلة في الدار وخاء أنهم يخرج كمية كثيرة ولكن الأخوات هكذا المتزاريلة في الدار يتعرفوا الطريقة وبرتجي معكم إن شاء الله كنتمنى الفيديو يعجبكم برتجيو لتعوم الفائدة إلى اللقاء